اشتركوا في القناة من مميزات كل الحكومة التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 لحد الآن أن هذه الحكومات مجموعة من المطبلين سواء الذين يتبرعون بأنفسهم وبالتالي هم يعينونهم هم يدعمونهم لأن يريدون هكذا يظهرون على الشاشات يظهرون على شاشات القنوات الفضائية وفي كل مكان إعلامي ليقولوا كلاماً ضريباً عجيباً بطريقة مستفزة وبطريقة قبيحة وبطريقة يعني يتجرؤون بها على الحقيقة بشكل غير اعتيادي أحدهم خرج ليقول أنه لماذا يتحدثون عن الفقر في العراق ماكو فقر بالعراق كان برنامج وضيوف ومقدمة البرنامج تقول له كيف ماكو فقر بالعراق ما العراقين كذا 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 فقر لا 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 تتكلمين هذا الكلام هذا مو حقيقي ماكو جائع بالعراق ماكو فقر بالعراق كل العراقين شنو دليلك يقول بين مطعم انظر إلى الشارع بين كل مطعم ومطعم مطعم بين كل محل ملابس ومحل ملابس محل ملابس آخر هل هذا قياس؟ نعم يقول قياس؟ هل هذا قياس على أن الفقر موجود؟ يقول قياس؟ نعم هل هذا منطق هذا؟ وزارة التخطيط اللي هو يستظل بظلها ما الحكومة تقول 25% من العراقيين تحت خط الفقر يعني أكثر من دعش مليون عراقيين مجموعة 43 مليون أكثر من دعش مليون تحت خط الفقر يعني واردهم اليوم أقل من 3000 دينار دولارين أقل من 3000 دينار يعني شو توفر لهم من لقمة عيشة؟ غالبيتهم يأكلون من المذابل من مكبات الطعام ومكبات المذابل يعني يأكلون من عدهل والبعض من عدهم ذهبوا أولادهم إلى طرق ملتوية وغريبة عجيبة لدينا هذا العدد من الفقراء ووزارة التخطيط تقول لدينا عدد مماثل من العاطلين عن العمل لدينا 6 ملايين يتيم لدينا 2 مليون أرملة خمس ملايين على الأقل يعيشون في مناطق عشوائية ويتحدث لي مثل هذه العامر يعني ما كان وزير النقل قال ماك فقر لحد يحكينا بالفقر ما هو الطرواتب هذا ما يظن يقول نحن أكثر بلد نعين بناس وهذا ميزة هذا خراب وتعينون يعني ومستوى المعيشة ما هو ما أنت يجب أن تحسبها بهذه الطريقة إيجار إيجار ما يمتلكون بيوت وماذا يأجرون بيوت وإيجار وإيجار التنقل يحتاجون للطبابة ويحتاجون للملابس ويحتاجون للأكل ويحتاجون للأدوية ويحتاجون لكل شيء ما هذا كله يحتاج للمي ولكهرباء وللخدمات وكل هذا حتى يوفره لحياة بسيطة جدا جدا شون يقدر لها يا راتب اللي يوفر الهياء شنو الراتب اللي تطهيها أنت موازنتكم 150 مليار كلها تسرق وتروح في طرق ملتوية وتحدث لي عن فقر ماكو مستوى المعيشة ليش اختفع مستوى المعيشة مستوى المعيشة في أدنى حالاته المواطن لا يمتلك قدرته على العيش يعني هكذا تنضي حياته لأنه ننكثر ما شاف من ضيم وقهر وألم كأنه عندما يذهب اليوم يقول خلصنا من هذا اليوم مع الأسف الشديد وصلت بحالة العراقيين أنه يتمنى أن ينتهي اليوم لكي يبدأ يوم آخر ودول العالم كلها كل مواطنين في كل دول العالم يتوسلون باليوم لكي يبقى الساعات يريدوها تطول أكثر لأن أولا ينتجون بها أكثر يتنسون بها أكثر حياة أكثر رفاهية حياة أكثر سعادة وسلام هؤلاء يريد أن يخلص من يوم الكآبة والأذى الذي يواجهه وأنت نقول لنا يعني ماكو 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 فقر شو ماكو فقر يا أبي يعني غريبة عجيبة يعني أن يتحدث واحد يعني يقولوا له أنت يعني واحد من أبواق من الأبواق الذين يتحدثون يريد العالم يجب أن تصدق ويجب أن يخش بعيون العالم مثل ما يقال ويقول لهم لا أنتوا تكلمون خطأ ما هذا كل نتاج سوء التخطيط سوء إدارة الثروات ضياع المشاريع عدم وجود مشاريع تلموية عدم وجود استثمار واضح وحقيقي بطالة وفقر هذا كل نتاج طبيعي أنت بلد لبي استثمار لبي صناعة لبي زراعة لبي إنتاج على الأقل 95% من مادك الغذائية تستورد أكثر من احتياجاتك الغذائية من الخارج متى كان العراق في أسوأ مراحل حياتك يستورد 95% أكثر من 95% من مادة الغذائية من الخارج لا يوجد إنتاج لا يوجد دعم لكل شيء لا يوجد قدرة لا يوجد قرار على البناء مطاعم وهذا يعتبر إنجاز كبير أن يتمتلئ الشوارع بالمطاعم ومحلات الألبسة وهذا لم يوجد العراق وهذا مولاد ومطاعم والآن مجسرات الأمريكية التي دعمتكم والإجابة كل هذا هي التي تتحدث قبل مشارف الثاني الماضي قبل شهرين وتحدثت عن وزارة التخطيط تقول الوزارة التخطيط أن 25% من العراقين تحت خط الفقور تحدثت عن مجاعات تحدثت عن عشوائيات تحدثت عن عن مصائب كبيرة تحدثت عن 13 مليون عراقي تحت خط الفقر تحدثت عن البطالة عن هذا كله عن غياب الاتجاه عن الاقتصاد المبعثة عن الاقتصاد الليميبي بالتوجه ما بيه سياسة ما بيه رؤية عن الموال التي تضيع بدون استثمار يعني والله وزير ال وزير العمل وشؤون الاجتماعي خرج علينا قبل فترة يعني وكانوا بشر العراقين بشيء احنا نزلنا عشرين مرتبة ارتفعنا او نزلنا عشرين مرتبة عما كنا عليه في قضية الفقر كنا بالمرتبة 88 بالمرتبة ستة وستين ستة وثمانين والآن ستة وستين الله هو اكبر هو ليش بالعراق فقر ليش ستة وستين وليش ستة عشر وليش ستة وليش ستة بالعشرة ما هو يفترض العراق ما بيه فقر ستة وستين حسب تسلسط درجة الفقر اللي توضح الامة متحدة احنا تسلسطنا ستة وستين يعني انت بكيف على هذا الهذا الشلون شون حسبت هذا وشون حسبت الامة متحدة واحنا عدنا فوق الخمسة وعشرين بالمئة مثل ما تقول وزارة التخطيب هم فقراء تحت خط الفقر الشعب كل فقير انت تطون رواتب حتى وعينتوا الناس وسويتوا هذا التراهل الكبير بالوظائف حتى لاحد يطلع عليكم تظاهرات لكن هذه القضية هذه ما تضمن وماذا ستفعلون بالسنة القادمة سيكون هناك مليون واحد بالشارع ستعينونهم والسنة التي بعدها مليون اخرى والبعدها مليونين وثلاث ملايين من نسبة النمو السكانية عالية سيزداد هذا العدد واحنا سنويا يدخل الى سوق العمل 800 ألف واحد في هذه السنة سيدخلون مليون واحد طيب وين رح تودهم هم رح تعينوهم وإذا ما عينتوهم رح يطلعون عليكم بالشوارع وتالي ما هو الانفجار القادم قادم سينفجر عليكم الوضع وبالتالي هذا الفقر اللي تقول انت ماكو اللي يقولون ماكو واد العامري وغيره ويعتقدون ماكو يعني مثل النعام عندما يعني تخفي راسه وتعتقد انه واحد يشوفه هذا لا يمكن قبوله العراق بلد غني جدا جدا غني بثرواته وغني بشعبه قبل كل شيء وأهم ثروة به هو شعبه فهذا البلد الغني بشعبه بقدراته العقلية يعامل بهذه الطريقة يوصل إلى هذا المستوى وتقولون احنا جينا من أجل مظلوميتكم ومن أجل البناء ومن أجل العراق الجديد هو هذا العراق الجديد؟ لا أحد يريد هذا العراق الجديد وهذه قلناها ونقولها سنوات شاذة وستنتهي مهما طالت ستنتهي وهذه الحقبة الشاذة سيذكرها الناس بازدراء شديد ستذكرونكم بأسوأ العبارات سيذكرونكم مع الأسف الشديد يعني لم نتوقع يعني يجينا غازي من بره فأولاكم أعرف منه ممكن نذكره بالسوء لكن أنه يدعون أنهم من أهل البلد يشيلون الهوية العراقية ويقولون احنا عراقيين يصرفون مع العراقيين بهذه الطريقة مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستبدعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة